أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على حرص الدولة خلال إقامة المؤتمر الاقتصادي على شرح التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري مشيرا إلى أنه تم تحديد موعد المؤتمر من الثالث والعشرين إلى الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري وخلال مؤتمر صحفي للإعلان عن أجندة المؤتمر الاقتصادي أوضح مدبولي أن المشاركين في هذا المؤتمر الوزارات والجهات المعنية والمفكرون والخبراء المعنيون بكل التوجهات والأحزاب السياسية لافتا إلى أن هناك إحدى وعشرين جهة محلية ودولية مستهدف دعوتها في هذا المؤتمر الاقتصادي أن الدولة المصرية والحكومة حريصة من خلال هذا المؤتمر على شرح التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في مختلف المجالات وأن يبقى في حوار بناء مع كل الخبراء وأطياف المجتمع لتوافق على هذه التحديات ووضع خارطة طريق للتحرك في الفترة على طول اللي بعد هذا المؤتمر المشاركين معنا في هذا المؤتمر هو طبعا الوزارات والجهات المعنية ولكن طبعا المفكرين والخبراء المعنيين بكل التوجهات وأيضا الأحزاب السياسية معنا عشان كده احنا حددنا واحد وعشرين جهة محلية ودولية حتبقى بنستهدف دعوتها في هذا المؤتمر